هنكمل يا ولاد قلنا بعد تطعان خامون هيجي بعد كده الملك رمسيس التاني بقول على ملك رمسيس التاني اهو رمسيس التاني بقول عليه من او اشهر ملوكه الاسرة ايه التسعتاشر اما اتكلم عن عمال العمال هتكلم خارجيا تمام كده وهتكلم ايه داخلين خارجيا انتصر على ايه امير قادش في حرب استمرت خمستاشر سنة طيب قادش ده اللي هما الحيثيين دول برضو يا ولاد قبائل ايه الحيثيين او قادش دي ايه اسيا قبائل كانت جاية ايه من اسيا استمرت الحرب دي خمستاشر سنة بعد ما زهقوا هما الاتنين تم عقد اول معاهدة سلام في التاريخ يبقى على يد مين رمسيس التاني طيب ايه بنود المعاهدة البنود بتاعت المعاهدة واقف الحرب بين الطرفين يبقى نقول اول حاجة واقف الحرب مساعدة كل طرف من التاني في حالة تعرضوا للهجوم ان هما يساعدوا بعض تالت حاجة يبقى فيه علاقات ايه ودية بين البلدين تمام هاجي بعد كده يا ولاد تفرغ رمسيس بقى داخليا لعمال العمارة ايه يا بقى اول حاجة ست معابد اشهرها ابو سيمبل تمام اللي تم انقاذ من قبل منظمة اليونسكو بعد انشاء السد العالي تمام اتم بهو ايه بهو الاعمدة مكان كده كله اعمدة في معابد ايه القرنق حاجة تالتة اقام ست مسلات خلاص هاجي بعد كده يا ولاد بعد رمسيس التاني عندك رمسيس التالت اشهر ملوك الاسرة العشرين ويقول عليه اشهر الملوك الفراعنة العظام وركز بقى معايا في الحتة دي ليه ما سميه كده يا ولاد عمل حاجة مهمة جدا ازال خطر احنا قلنا خلاص الحيسيين وقلنا الهكسوس بص بق خطر شعوب شعوب البحر المتوسط تمام شعوب البحر الايه المتوسط طيب عمل ايه بقى مع شعوب البحر المتوسط اول حاجة اضع عليهم تماما طيب اضع عليهم من اللي فين بريا يا ولاد حتى مدينة ايه عند مدينة رفح رفح دي فوق كده عند اطراف البلاد في السيناء ده ايه من ناحية الشرق وغربا خدوا بالكو في الحتة دي عندي ايه مصب نهر النيل من الغرب هو ايه مصب نهر النيل الغرب يا ولاد اللي هو رشيد عند منطقة رشيد يبقى زالهم خط تماما خلاص متصدى للقوات بتاعت الليبيين اللي حول التقية تهجى مع مصر من الغرب متصدى لمين للليبيين يبقى شعوب البحر المتوسط متصدى لمين للليبيين ده مين آآ رمسيس الثالث هاجيب عند كده بعد رمسيس الثالث خلاص سقوط الدولة الحديثة ونهير عصر النهضة ونهير المجد الحربي بسبب ضعف نفس السبب ضعف الملوك والحكام بعد رمسيس الثالث الحاجة الثانية زيادة نفوذ الكهنة ومحاولتهم ان هما يوصلوا للايه للعرش زيادة نفوذ الكهنة ومحاولتهم للوصول للايه يا ولاد للعرش هاجيب عند كده العصر المتأخر او عصر الاضمح لالي الثالث يبقى نقول كده العصر المتأخر خلاص الدولة بقى وعت وده متد من الاسرة الواحد وعشرين حتى الاسرة التلاتين احنا خلاص قلنا اخر حاجة كويسة كانت الاسرة العشرين طيب في الفترة دي بيقولك بقى ضعفه وتعرض للبلاد الغاز والاجنبي وتعرض للاطماع الخارجية الى ان ظهر احدى ملوكو الاسرة الستة وعشرين اللي هو ابسماتيك الاول وده عمل ايه يا ولاد تصدى او طرد الاشوريين اللي حاولوا يتعرضوا ايه مصر تصدى ليهم وايه وطردهم برا البلاد واهتم بالتجارة الخارجية كان مع مين فترة دي الفونيكوين جي واحد ابن حلال كده ابنه نخاو تولى بعدي الحكم خلاص واكمل ايه اه اللي عملوا واهتم بحق باعاد حفر قناة سيزو ستريس لان هي اترادها مت نتيجة ايه ريح شديدة فهو رجع ايه حفارها تاني تمام ايه الحفر دي اعادة حفرها خدوا بالكم الحتة دي وعمل ايه تاني بعثة من الفونيكوين لان هما كانوا الفونيكوين كانوا مرتبطين جدا بالبحر فكانوا اشهر بحارة وافضلهم في الفترة دي للدوران حول افريقيا الرحلة دي اولا عشان يكتشف ايه طرق التجارة ويكتشف ايه كارة افريقيا اللي بتطلع ايه قعد التلت سنوات يبقى مين ايه يعني خلال فترة الضعف اللي هي من الاسر الواحد وعشرين للتلتين لأ كان عندي في الاسر ستة وعشرين بسماتك ونخيو هاجي بعد كده يا ولاد انهيار العصر الفرعوني بدخول الفرس البلاد وكلام ده كان خمسمئة وعشرين ميلادية لما دخل الفرس الايه البلاد خلاص خمسمئة أنا قاسة خمسمئة وuinely قبل الميلاد ماشي خمسمئة ومن ايه قبل الميلاد استمر الفرس فالبلاد فترة طويلة جدا اعادوا من الأسره الستة وعشرين حتى ال اسره التلاتين طبعا طردوا ايه اباسك ماديك وا ta ايه نخيو الكلام ده كله بعد كده بعد الفرس اليونان وهو الإسكندر تمام بعدهم هتكلم عن البطالمة وهتكلم عن الرومان وبعد كده ده غاية لما جيه الفتح العربي لمصر والكلام ده كان على يد من عمر بن العاص في 641 ميلادية يبقى جي قبل الميلاد 525 الفرس قبل الميلاد وهاجي بعد كده يا ولان عند بعدها من الأسرة 26 الأسرة 30 هتكلم عن اليونانين وبعدهم البطالمة وبعدهم الرومان لغاية لما تم الفتح الإسلام على عيد عمر بن العاص وطم تخلص البلاد من الرومان في 641 ميلادية الفترة بتاعته اليونان والبطالمة والرومان ده ان شاء الله ناخدها الترمج جاي من هنا بقى هبدأتكلم عن الحال الاجتماعية الحال السياسية الحال الاقتصادية الحياة الجينية بتاعت الفراعنة هناخد برضو جزء منها الترمج ده وجزء الترمج جاي بس كتا ترجمة نانسي قنقر